مرحبا من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في العراق في العاشر من تشرين الأول من العام الحالي وسيحق بـ 25 مليون ومية وتسعة وثلاثين ألف وثلاثمية وخمسة وسبعين ناخب عراقي المشاركة في هذه الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد نتائج هذه الانتخابات سوف تقرر وصول 328 مرشحا لقبة مجلس النواب الذين سينتخبون بدورهم رئيساء البرلمان والوزراء والجمهورية دعونا نستمع لهذه الآراء لا لأن الوجوه نفس الوجوه شنو راح يضغير إذن ماكو تغير إلا الوجوه هاي كل يتنقلوا ويجون غيرهم يصير تغير وفعلا أكو إنتاج ماكو إنتاج ليش أشاركوا هي نفس الشيء؟ لا ما أشارك أي انتخابات حتى من المرجعية إذا أطتني هذه الفتوى ما أشارك بيها والله الانتخابات مثل ما يقولون نحن بعد يعني ما عرف يعني أنه ننتخيب ننتخيب لأنه جزعنا حقيقة لأنه نفس القوانين ونفس الترتيب وماذا يسونيش فعلا يعني ننطلع ننتخب ننتخب نقول بعزالة على هنهو يغيرون إن شاء الله والله ماكو متفاؤل نفس الطاس ونفس الحمام يروح جعفال يجع اللاوي لا أكثر ولا أقل هل تغير تشارك أو لا تشارك؟ ها؟ تشارك من متخابات أو لا شارك والله شاكل لكم منه بس أعتقد أنه من الصرفية والله ودعتك بالتأكيد طبعا يعني بالنسبة لي يعني أنه هذا شيء حق يعني بس لكن راح مثل ما يقولون راح يعني نختار الكفوء بغض النظر يعني نريد نطلع من موضوع الحزبية والطائفية نريد الناس الكفوءة صراحة يعني يعني مثل ما يقولون نشوف السيفي للمرشح نشوف الاقتصاصات اللي اشتغلها أهم شيء الكفاءة يسر روداو عربية أن تصظيف الكاتب السياسي والناشط المدني الأستاذ عبد المنعم الأحسن وسيلتحق بنا من بغداد الكاتب والصحفي والناشط المدني الأستاذ صالح الحمداني للحديث وبالعراق الفصيح عن سيناريوهات الانتخابات القادمة أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم سمعت أراء المواطنين شنو رأيك؟ الانتخابات لها الكثير من المسميات فهي تسمى بجولة للديمقراطية وهي اختبار لاتجاهات الرأي العام وهي وسيلة للمشاركة في صياغة مستقبل البلد ولكني أفضل من بين جميع الأسماء أفضل اسم أن الانتخابات معركة هي معركة بكل ما تعنيه المعركة من أبعاد حتى عسكرية فيها فنون للتعبئة وفيها تحديد للأرض وفيها زعامات وفيها إهابات وفيها الكثير من اللعب في ساحة النوايا اللعب في ساحة الغش اللعب في ساحات مختلفة تؤثر على نتائج هذه المعركة أقصد الانتخابات العراقية والانتخابات العراقية هي معركة بهذا المعنى فهي معركة معركة ضارية بين الخيارات المطروحة هناك خيار لاستعادة الدولة العراقية وبناء مستقبلها على أساس العدالة وعلى أساس الأمن والرخاء وعلى أساس ترك عهد طويل من الحروب ومن المناكفات ومن التمزق المجتمعي للانتقال إلى حياة جديدة أنتم في الحزب الشيء العراقي ومعكم كتل أخرى قاطعتم أو أعلنتم عن مقاطعة الانتخابات القادمة دعني أضع نقطة في صلب هذا الموضوع الآن لست مخولاً بالحديث عن الحزب الشيء العراقي ولست ولربما أعبر بشكل عام كمحل سياسي أنطلق من موقع مستقل في النظر إلى الأحداث أعتقد أن خيار الحزب الشيوعي هو لم يقاطع الانتخابات هو علق المشاركة بالانتخابات على شروط هذا شيء مهم لتوضيح هذه القضية أنه في حالة توفر هذه الشروط سيشارك بالانتخابات والشروط هي أولاً وفي مقدمتها هي كف السلاح المنفلت وفرض الدولة على مفاتيح العمن ثنياً المعاقبة قتلت المتظاهرين والمختطفين وعمليات العمليات التي طالت ساحات الاحتجاج استجابة للمطالب المتظاهرين التشرينين هذه هي الشروط وضح الحزب من أجل أن تكون شرط للتراجع عن تعليق ما هم الحكومة والسياسيين قالوا أنه جراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب المتظاهرين نعم صحيح المتظاهرين طالبوا بانتخابات مبكرة ولكن وضعوا هذه الانتخابات المبكرة ضمن منظور محدد وليس مفتوحة وليست مضائمة على أن تكون ضمن بيئة انتخابية سليمة حرة أن تكون هناك قانون انتخابات عادل ونزيه أن يكون هناك مفوضية غير محاصصية أن تكون هناك حرية للمواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراح كل هذه من وجهة نظري لم تتحقق لم يتحقق معاقبة الذين قتلوا المتظاهرين لم يتحقق سن تشريع قانون عادل ونزيه ومتكامل قانون اعتباطي فيه الكثير من النقاط التفصيلية على القوى الفاسدة والمتنفذة وليهيئ الأرضية لمجيء هذه القوى لمستقبل العراق من حق التشرينيين والغالبية التشرينيين كما أنا من وجهة نظري أو كما أرى غالبية التشرينيين وثبار التشرين هم مع مقاطعة الانتخابات أو مع تعليق المشاركة بالانتخابات حتى يثبت العكس حتى يثبت ما هو مطمئن للمواطن أن يصل بحرية إلى صندوق الاقتراع للإدلاء برأيه هذه هي الشروط القائمة شكراً دعونا نرحب بالكاتب السياسي والإعلامي والناشط المدني الأستاذ صالح الحمداني من بغداد أهلاً وسهلاً أستاذ صالح الحمد لله على السلامة أهلاً وسهلاً بك تحياتي إلى كل الأستاذنا الكبير أستاذ عبد المنعم وأشكركم وشكراً جزيلاً على هذه الاستضابة يا صالح أنت ناشط مدني وقريب من ساحات الاعتصام بل شاركت بيها وكتاباتك التابعهم هل تتوقعون مشاركة فاعلة من قبل العراقيين بالانتخابات القادمة؟ أعتقد أن العراقيين عموماً مشاركتهم ستكون ضعيفة كما حدث في الانتخابات السابقة أو يمكن بعد أقل إضافة إلى أنه أغلب الناس التي طلعت بالمظاهرات أو ساندت المظاهرات أو اشتركت اشتراك جزئي بالمظاهرات أو ناصرت المظاهرات وهي قاعدة ببيوتها وهؤلاء عداد كبيرة طمعاً بالتغيير المنشود بالعراق لوضع سياسي أفضل ووضع اجتماعي واقتصادي أيضاً أفضل أعتقد أنه غالبية الناس لازالت متذمرة يمكن إجت الحادثة الأخيرة حادثة إيهاب الوزني شهيد إيهاب الوزني كانت القشة فلذلك أعتقد أنه نسبة المشاركة ستكون قليلة جداً وبالتالي ستضطر كما اضطرت سابقاً القوى السياسية بتعاون مع الأسف مع المجتمع الدولي في تزوير نسبة المشاركة ومضاعفتها من أجل يعني إعطاء مصداقية للعملية السياسية وانفجرت العملية السياسية في المظاهرات المعروفة 2019 واستمر الحال على ما هو عليه يعني أعتقد أنه نسبة المشاركة ستكون متدنية جداً إمكانية إقناع الناس بالمشاركة وأنا أحد الناس اللي داعين للمشاركة وأنه التغيير لن يحصل إلا من خلال المشاركة يبدو أنه إحنا ما عدنا حجج كافية لإقناع الناس بالمشاركة ردودهم تخرسنا أحياناً أو في كثير من الأوقات يعني أنه الأمور يعني حتى قمنا ما نقدر نجادل في مسألة هي بديهية أنه إحنا كنا مقتنعين بأنه التغيير يجي عن طريق في دولة مثل العراق يجي عن طريق صنادق الاقتراع ممكن حتى هذه الفكرة صرنا غير قادرين عن الدفاع عنها بسبب تخبطات القادة السياسية الموجودين ومراكز القوة الفاعلة إذا صح التعبير داخل المجتمع السياسي العراقي خلت أنه الناس تشعر بأنه لا جدوى من الانتخابات نهائياً لدرجة يعني ناس خلي نقول يؤخذ بكلامها قامت تحكي بطريقة أنه هي أصلاً تقسم بين فترة وفترة تقسم الأعداد وممكن أنه إذا شاركوا المتظاهرين ينطوهم من خمسة إلى عشرين مقعد يعني ترضية أو هذا هو حجم تكريم وهذا طبعاً كلام مدقيق بصراحة أي تكريم بصراحة هذا الكلام مدقيق يعني أي بأستاذ صالح يعني كلامنا بشكل عام عن المشاركة نعم صالح يعني لا صناديق الانتخابات راح تغير ولا التظاهرات والاحتجاجات اللي راحوا بيها مئات الشباب ضحية غيرت كيف ترى عملية التغيير هاي حالة أنا من الناس اللي يعتقدون أنه عملية التغيير ممكن تصير من خلال المظاهرات ومن خلال الانتخابات والمشاركة بيها إضافة إلى يعني ما يحدث بالمنطقة من خليل نقول مفاوضات بيع وشراء شنو نريد نسميه يعني مستوى منطقتنا بالشرق الأوسط عموما دائما المفاوضات هي بيع وشراء أكثر من عندها يعني مصالح لأنه يعني وضع خاص ببلدان متكلفة وفاشلة في غالبيتها يعني أعتقد أنه الناس توجهت الآن كرأي عام نحو اعتقادي الخاص هذا نحو الاعتقاد اللي حدث عندنا قبل 2003 أنه لا حل سوى بالتدخل الخارجي لا حل سوى أن يأتي من الخارج ويأتي من الخارج بالكامل بمعنى تغيير عملية سياسية وتغيير هذا الوجوه هذا هذا شيء مؤسف جدا طبعا لأنه التغييرات اللي تحدث بهاي الطريقة أول شيء يعني أي تغيير غير وطني هو احنا موية خارجي يعني شغلة الثانية هاي جربناها يعني تجلب الكثير من الدماء وتجلب الكثير من الناس المقامرين اللي ممكن يدخلونا في مشاكل غير محسوبة نتصورهم بأنهم حاسبين حساب لكل شيء ويطلعون مثل الناس اللي إجت بالألفين وثلاثة والدول اللي وراها ما عدهم خطة لنجحوا في الحرب ولم ينجحوا في إدارة الأمور في السلام الحقيقة أنه غالبية إذا ردنا نقيس على السوشال ميديا بالذات وعلى الناس اللي نلتقي بيهم بالشارع ومن الأصدقاء ومن الأقارب الناس متذمرة تذمر كبير جدا بحيث رجع التذمر كما كان في ألفين وثلاثة بأنه الناس تريد أي حل في سبيل التخلص من الطبقة السياسية هذه الموجودة التي يعني لا تستطيع أن تبني بلدا مستقرا وفيه اقتصاد مزدهر نعم 3523 مرشح و44 تحالف و267 حزب شاركوا لخوض الانتخابات أستاذ عبد المنعم يعني تعتقد في العراق هذا الرقم مقبول أو طبيعي العراق يصنف من حيث النظام الدولي يصنف كبلد منازعات يعني بلد يخوض حرب أهلية مو حرب أهلية تقليدية حرب خفيفة يعني هذا بلد منازعات الكل ينازع الكل السياسيين يتنازعون مع بعضهم لفرض مشيئتي هذا أفرز أحزاب لا حصر لها أحزاب مجهرية لا تراها بالعين المجردة تراها في المجهر تراها من من ناحية عندما تريد أن توزع الأموال الآن المال السياسي يوزع بنطاق واسع شراء الذمم على قدم وساق وتقوم بها أحزاب صغيرة وبعض الزعامات المجهولة وتحولت هذه الزعامات إلى واجهات لأحزاب فاسدة وهذا هو ما يجري لكل حزب أفرز مجموعة من المسميات والأصماء والأحزاب والكيانات والزعامات وهو تخدم وتدور في فلكة وهذا نوع من الاحتيال على المجتمع الاحتيال على الناخب العراقي أنا أتحدث كمحلل ومن من خلال المعايشة أنت شاركت بالتشرين وفي وقفات كثيرة أنا شاركت في الكثير والانتخابات شاركت مستشار إعلامي لا نحن عن الاحتجاجات أيضا الاحتجاجات أنا أعتبر نفسي منتمي للاحتجاجات هويت صارت الاحتجاجات في الحقيقة لأنني أنا أعتقد وسأعلن هذا لا أعلنه للمرة الأولى أعلنه في كل مرة أعلن أن مستقبل العراق مستقبل العراق الآمن والرخي واللي تسود العدالة هو العراق اللي تصنع هذه الاحتجاجات السلمية لا 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 أفكر ولا ولا أعتقد هناك من يفكر ويتحمس لاستخدام السلاح لتحقيق هذه البلد يتحول سلميا إلى بلد آمن ورخي وبلد فدرالي لكن السلاح ما يزال يستخدم ضد الناشطين وضد المتظاهرين نعم وآخرهم الشهيد الوزني في كربلاء هذا هو هناك قوى شرسة تعارض نقل العراق إلى الحياة الطبيعية هناك قوى شرسة لها مصلحة في استمرار تعطيل الدولة لديها مصلحة في في إقصاء الرأي العام عن المساهمة والمشاركة يعني هذا أمر طبيع ومن هنا حدث الصراع ومن هنا حدث ثورة الشباب لأن هناك قوى اجتماعية قوى سياسية قوى حزبية صارت لديها مصالح ومؤسسات تحول دون انتقال البلد واستعادة الدولة وللأسف الشديد أن الحكومة هي متفرجة على ما يحدث وهذه متفرجة يعني وصف ملطف لمواقف الحكومة والحقيقة هي عليها علامات استفهام يعني اليوم مثلا على سبيل المثال قبل ساعات أذع مستشار حكومة الناصرية الذي هو يقود التحقيق في موضوع اختطاف المتظاهرين أعلن بصراحة أنه احنا توصلنا إلى الخيوط وعرفنا الأشخاص اللي قاموا بالاختطاف وداهمناهم وحاصرناهم ولكن الشيء المهم أن حكومة بغداد ليست متحمسة لأن لأن نقبض عليهم وأن نواصل هذا هذا مسؤول في قلب العملية في قلب الحدث فأنا أشارك الاعتقاد أن هناك نوع من الطمطمات طيب مجلس القضاء الأعلى يعني هذه أيضا مهم سر ناس تعرفها كلها مجلس القضاء الأعلى في أربعة أكتوبر الماضي أعلن بصريح العبارة أن ملف التحقيق بقتلة المتظاهرين استلمنا استلمنا ملف التحقيق كاملا بكل الشصبو ولكن ما به أسماء متهمين يعني ما قيمة هذا المفروض مجلس القضاء يمزق هذا الملف ويخليه في سلة المهملات ما قيمة أنك تحقق في جريمة ولا تسجلها على علاقات المجهول هذه هي المشكلة نزل أستاذ صالح الحمداني حضرتك من كربلة وكانت يعني حدث اغتيال الوزني قريب منك وحلق القنصلية الإيرانية أيضا قريب منك لا اعتذرت عن الحكومة العراقية طيب هذه الأحداث هل تعتقد هي الطريق مثلا الاستجابة للمطالب المتظاهرين مطالب المتظاهرين اللي الحكومة تقول أنه على ضوءها رح نجري هذه الانتخابات المبكرة وعلى ضوء هذه الانتظاهرات صارت أو جاءت حكومة سيد مصطفى الكاظمي وكل هذه الأحداث ارتبطت بالاحتجاجات شلون تربط لنا هذه العملية مع اغتيال المتظاهرين مع حرق القنصلية الإيرانية مع استمرار الاغتيالات والاختطافات بدون التوصل إلى أي نتيجة يعني الحكومة عموما وبعض القوى الموجودة اللي هي جابة الحكومة أساسا يعني تمارس ما يمكن تسميت سياسة الاحتيال والتراجع موافقين على كل طلباتكم حتى أنتم تفضون هذه المظاهرات والاعتصامات فترة ما قبل كورونا خاصة ومكانت المظاهرات موجودة وبعد يمكن تدخل بالتفاصيل أن هذا غير مطابق للدستور أو غير مطابق للقانون أو يراد لتصويت ويتم تسويف الأمور إلى أن كأن المتظاهرين مجموعة من الأطفال يمكن ترضيتهم ببعض الحلوى وكل من يروح لأهله وينتهي الموضوع وترجع الدولة تمارس أو القوة السياسية تمارس نفس ما تمارسها عادة من قتل ومن استيلاء على الأموال وعلى المال العام وعلى استغلال موارد الدولة وعلى تقسيم الكعكة فيما بيناتهم بالطريقة المعروفة الحقيقة بمناسبة الحديث عن حرق القنصلية الإيرانية هو حرق لأكشاك موجودة خارج القنصلية وهو عمل مرفوض طبعا يعني مهما كان غضب الشباب ولكن لازم تبقى السلمية دائما موجودة ويبقى الالتزام بالقانون دائما موجود خاصة أنه القنصليات والسفارات هي مكانات يجب أن تحترم ويراعى بها الجانب التي تدعو لثورة تشرين بأنه ثورة للالتزام بالقوانين وتطبيق القانون وتطبيق العدالة وبالتالي من ضمن القوانين عدم الاعتداء على السفارات عموما وعلى القنصليات يعني واتباع القانون بالتعامل إذا كان احتجاج أو مظاهرة ما كم مشكلة بس اعتداء حتى له بسيط غير غير مقبول أكو عملية يعني خداع كبيرة يمارسها القوى السياسية اللي يظن نفسها بأنه هي أذكى من الشعب العراقي بالكامل وهو قادر على لي الحقائق وقادر على تغيير القدر والحتمية التاريخية اللي راح يوصلوا لها مثل ما وصلها نظام صدام من سابقا ومثل ما وصلت لها الكثير من الأظمة الموجودة بالمنطقة سرقات فساد ظلم سجون مليانة بمظلومين قانون كثير من الجهات هي فوق قانون جاءت إثر احتجاجات وقيل أنه هذه الحكومة جاءت بإرادة المحتجين وأعطت وعود للمتظاهرين المتابعة قتلت المتظاهرين الكشف عنهم تعيينات حل المشاكل وين صارت هذه كلها يعني هي حد ذاتها خدعة يعني أنت مثلا النظام نفسه الحكومة نفسها تجيب واحد من أعضاها تخلي رئيس وزراء أو مكان رئيس وزراء آخر تخيل هل هو موجودة بغير دولة مدير مخابرات دولة معينة إجاب استقال رئيس وزراء وجابه هذا شكل حكومة هل هاي هي طلبات المتظاهرين أنه واحد من نفس الفئة والنفس النظام يجي يحكم يعني وينطي وعود هي أصلا كانت موجودة حالها حال وعد القضاء على البطالة وإنهاء مشكلة السكن والقضاء على الفساد كلام يعني بالأخير خداع وبالتالي رجعت الأمور مثل ما كانت الآن ممنوع يعني على المتظاهرين المشاركة بالانتخابات عن طريق إرهابهم وممنوع توفير أمن انتخابي ممنوع توفير رقابة دولية تشرف على الانتخابات وبالتالي تعود الأمور مثل ما كانت فقط أوزان الكتل السياسية تختلف الحكومة الموجودة حاليا ليست حكومة ثورة تشريد ثورة تشريد قد تكون أثرت على إسقاط الحكومة السابقة حكومة السيد عدل عبد المهدي بضغطها وضغط المرجعية أيضا اللي كانت مساندتها بهذا الاتجاه سقطت حكومة عدل عبد المهدي وأتت حكومة يعني هي اللي قدروا يتفكون عليها يعني ما كانت أكوا ممثلين لقوة شرين حتى يقررون أنه محمد توفيق علاوي اللي يصير له الكاظمي له الزرفي لا هي القوة بينها هو القوة الدولية الموجودة ما قدرت التوافق على محمد توفيق ولا هذه فصار توافق بالأخير على سيد الكاظمي طعم حكومة مستشارين معينين قد يكونون من المنظرين للثورة التشرين بس بالأخير لا يمثلون يعني الحكومة نفسها موجودة التجاوز على القانون نفسها الناس الموجودة فوق القانون نفسها السرقات موجودة نفسها لم يتغير شيء فرحة بسيطة صغيرة أن المظاهرات في العراق استطاعت في سابقة تقريبا أنه تسقط الحكومة من خلال المظاهرات ولكن الحكومة الحالية الموجودة والنظام السياسي الحالي الموجود والنظام الموجود بالشارع غير ملبي لطموحات تشرين وغير ملبي لطموحات الشعب العراقي فأسباب التظاهر والنقمة لا زالت موجودة مثل ما كانوا يتحدثون خبراء الأمنين عن داعش أنه أسباب وجود داعش أو قدرتها على تجنيد الناس لا زالت موجودة فبالتالي ما يتوقعون داعش راح تنتهي مع فارق بلاد شابية مثل ما يقولون بلاد شابية ثورة تشرين أسباب أسباب اللي قامت عليها لا زالت موجودة بالعكس عدد الشهداء اللي ينطوهم الخسائر ما كانت موجودة قبل ثورة تشرين ما كان عندنا 30 أربعين ألف شخص بين مصاب وبين شهيد وبين سلسلة الاغتيالات الأخرى المنبثقة عددهم عبارة جديدة السياحة يطلع يدخلون وياهم يقولون هذا منبثق عن تشرين هاي الاغتيالات 80 شخص لحد الآن تقريبا المنبثقين عن تشرين آخرهم الشهيد إيهاب الوزني ما كانوا موجودين قبل الثورة هسه صار ضغط أكثر فإيمان الناس الآن بعدم المشاركة بالانتقابات أو النقمة على هاي الحكومة أو اعتقادهم بأنه لا تمثل تشرين ولا تمثل طموعات تشرين ولا تمثل الحد الأدنى مما تطمح لتشرين من خرجة ونطة كل هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحة وهؤلاء المهجرين ساذ عبد المنعم قانون الانتخابات الجديد حول العراق من دائرة انتخابية واحدة إلى دوار متعددة محافظات هل هذا يعني أنه هذا سيضمن تغيير تغيير الوجوه تغيير الأحزاب يسمح القوة ديمقراطية الشبابية بالصعود والوصول إلى مجلس النوار نعم دعني أصحح المفهوم الأول القانون لم يقنن انتقال العملية الانتخابية من العراق كدائرة واحدة إلى ما كانت الانتخابات السابقة تجري على أساس أن العراق دائرة واحدة وإنما كانت تجري على أساس المحافظات وعلى أساس الدوائر الكبيرة المتنافسة الآن من دوائر كبيرة إلى دوائر أصغر هذا هو الحدث هذا هو الشيء من من ما يزيد على سبعين وثمانين دائرة إلى حوالي مئة أو كثم مئة أو مئتين وثمانين دائرة تقلصت الدوائر بدلا من أتكون دوائر كبيرة تقلصت صارت دوائر صغيرة ولكن مو هو هذا مطلب المتظاهرين مطلب المتظاهرين أكثر لازم تكون وحدات صغيرة يجري فيها الانتخابات حتى لا تكون هناك أصوات متمددة خارج الحدود خارج حدود الوحدة الإدارية وهذا يعني دعا الكثير من المتظاهرين وحركات الاحتجاج أن تجري الدراسة على هذا الموضوع واكتشفوا في النهاية أن هذا فصل على مصالح الأحزاب الفاسدة الأحزاب المتنفذة السابقة التي المتظاهرين طالبوا بعدم إشراكها في التظاهرات يجي القانون على مقاساته على مقاساته هاي أولا يجي قانون الانتخابات ويجي قانون المفوضية أيضا كرس هذا كرس هذا أعطي للأحزاب والكتل أنهيه كيف كيف هي يسمها مفوضية المستقلة الانتخابات إذا أعضاها يتم ترشيحهم من قبل الأحزاب هذا هو هذا هو الذي صار وهذا هو موضع احتجاج الحركات الاحتجاجية والمتظاهرين والكثير من الجهات اليوم اليوم عندنا طيف واسع من المجموعات الصغيرة الشبابية ترفض أنا شخصيا يعني لست مع المقاطحة ولست مع إفشال عملية الانتخاب ولكن هم أوصلوا العملية وأوصلوا الأمور إلى هذا المنطق إلى هذه المرحلة إلى هذه النقطة التي أصبحت لا يمكن لأي منصف يعتقد ولا أي واحد عنده خيال وأي واحد متفائل واصل التفائل عنده إلى حد كبير يعتقد أن هذه الانتخابات ممكن أن تجري بحرية وممكن أن تكون الناس تروح إلى صناديق الاقتراح وتدلي بأصواتها السلاح يعرب في شوارع والجماعات المسلحة تحكم رقاب الناس والجو مليء بغبار التهديد والتهديدات والناس المختطفين لا زالوا مختطفين والقتلة مثل ما اسمتهم لاس خارط قالت خاطبة الأمم المتحدة قالت القتلة هم الإفلات من العقاب جرى الإفلات من العقاب والحكومة لم تستطع ولم تسعى إلى إخضاعهم للعقاب كل هذا الجو البيئة ليس بيئة انتخابات أنا هيك عن المفوضية وعن القانون وعن الجو العام شكرا أستاذ صالح يعني غالبية من العراقيين يعني يفترض يعني يشاركون بالانتخابات أو يدلون بأصواتهم ما يعرفون بتفاصيل قالوا الانتخابات الجديد ولا يعرفون بموضوع المفوضية ولا قانون الأحزاب يعني تعتقد بظل هيك وضع هل نفس السؤال اللي وجهت لأستاذ عبد المنعم هل تعتقد إنه رح يصير تغيير رح توصل أحزاب جديدة أحزاب شبابية قوة ديمقراطية إلى قبة البرلمان في ظل هذا المشهد السياسي نعم هو المواطن العراقي من يريد يفتهم القانون ما الجديد ما الانتخابات والتعليمات الجديدة ما المفوضية وحتى وصولا إلى طريقة توزيع المقاعد شنو يشميد مثلا غير الدولة تشتغل على والمفوضية تشتغل على تثقيف الناس بعدة طرق في سبيل الإيصال القانون بأبسط أشكال الشرح للمواطنين حتى المواطن يعرف شنو القانون هذا شنو فائد شنو فائدة أنه الأعلى أصوات رح يفوز هاي الدوائر الصغيرة بها فائدة شنو التطور اللي محتاجين بها هاي المسألة اليأس اللي موجودة دائما في المجتمع العراقي يا قانون اللي تسعال الناس ويصير بعدين يقولون هم ما بفايدة هم راح يفوزون هل فعلا هم راح يفوزون زينذا هم ضامنين فوزهم ليش جاي يدفعون فلوس ويتحركون ويجيبون الناس بصيغة أنهم مدنيين ويشرشهم كمستقلين ويبتكرون أحزاب فضائية ويبتكرون أشكال ليش إذا الأحزاب واثقة تماما بأنه هي ليش يحطون قطع ويركضون على شائر ويوزعون مسدسات ويوزعون فلوس لا ما يخالف لأبد يمقراطي جزء من أدها خداع الناس هناك أعضاء بللمان مجهبة وخمستالاف صوت ويطلع بالتلفزيون يقول بصفتي ممثل عن الشعب العراقي هذه اللعبة أي هذا بعد هو القانون يخليه صفة هذه بس احنا أيضا بالنسبة للقانون ام ادنا مشكلة بالقانون الآن يمكن خاصة ببغداد هي واضحة أكثر من بقية المحافظات أنه احنا سوينا دوائر صغيرة الغاية من أدها عدالة التمثيل بأنه أهالي خلي نقول القرى والنواحي والأطراف يكون إلها ممثلين مدائما الممثلين يكونون من المركز أو بالعكس أنه الأطراف يكون عندهم ممثلين أكثر من المركز أنه يكون عدالة بالتمثيل وهنا عدالة التمثيل الموجودة في بغداد اللي منطقة مثل الكرخ فوق المئة شخص يرشحون بها يمكن ما يطلع من أدها ثلاثة من أهل بغداد الحقيقيين اللي يمثلون المنطقة البقية كلهم جايين من المحافظات ومعروفين أنهم من المحافظات يعني مو شخص أصلا من مدينة معينة مثلا وجاي ساكن في بغداد هذا من حق ومن حق أنه يرشح لا هو أساسا ممثل يعني بالدورة السابقة هو ممثل عن الحلة ممثل عن الرمادي أو الأنبار ويجي يرشح بهذا غير القانون ينحط له فد قرار أو فد إضافة أو توضيح أو فرض أنه حتى كل واحد يرشح من منطقته حتى أبو كربلا يرشح بكربلا ومن يرشح بكربلا يرشح بس بطويريج من حقه مو من حقه يتطفر بين المناطق أبو بغداد كل من يرشح مدينته أبو بغداد ليش ما يكون حقه شوكت بالبرلمان راح نشوف عضو برلمان من أهل الأعظمية أو نشوف أنها عضو برلمان من أهل الكرخ القديمة مثلا أو من الكاظمية الحقيقيين يعني الموجودين على الكاظمية وبقية المناطق يعني أطراف بغداد شوكت نشوف من أدها ناس ممثلين حقيقيين عنهم بدل ما نروح نشوف ناس من غير المحافظات هذا القانون الغير مفهوم من قبل الناس اللي راح يصوتون وهذا اليأس الداب وهذا الشغل مالجيوش الإلكترونية اللي هسه بدأ وراح يبدأ بعد أكثر يدعو الناس لعدم المشاركة أكو إشارات الآن موجودة بالسوشال ميديا بأنه أكو ناس راح تشتغل على أو بدأت تشتغل على مسألة أنه قاطعوا الانتخابات زين الانتخابات إذا كانت مقاطعتها مجدية طبعا هما سأوصلوا الناس لهذه الطريقة وإذا كانت الانتخابات مفروزة وموزعة للأصوات ليش رئيس البرلمان السابق ما قدر يفوز بالانتخابات ليش المجلس الأعلى ما قدر يفوز بالانتخابات ليش أكو أحزاب مهمة مثل حزب الدعوة ما قدر يحصل للأرقام اللي يمحصلها سابقا تعتقد أستاذ صالح زين بنفس الوقت هذا من جانب تعتقد العفو تعتقد المقاطعة ستأتي لصالح القوى السياسية الموجودة أم ضدها من ناحية يعني لصالحها ومن ناحية ضدها من ناحية من ناحية أنه لصالحها أنه العدد رح يصير أقل فسعر المقعد رح يكون أقل بخمس تالاف وأربعة تالاف ممكن تحصل المقعد إذا المشاركة هواية ومنافسة خمسة وعشرين ألف يالا تحصل لك مقعد هذا من صالحك بس اللي مو من صالحك إذا حصلت أنت الكرسي رخيص البرلمان رح يصير كلها رخيص بالتالي رضا الناس رح يكون كلش قليل عن الأمور ورح تنعاد نفس اللي حدث بالتسعة عشر بأنه بعد مرور سنة تقريبا على الحكومة الناس الثور بالشارع وفي كل المحافظات ليش لأن هذا البرلمان ما يمثلها فبالتالي إذا ما كانت مشاركة قوية يعني ولو ما عدنا بالقانون نشيل غير انتخابات على نسبة المشاركة ولكن الدعم الشعبي رح يكون كلش قليل على أبسط قضية تخص كعربة هاي المظاهرات ترى وحدة من أسباب القضايا اللي صارتها المظاهرات ما للبنات الخريجات اللي عملا بطريقة سيئة وتم يعني التعامل بطريقة غير لائقة نهائيا هاي واحدة من الأسباب اللي فجرت الغضب الموجود يعني بمعنى أي تصرف خطأ من قبل الحكومة قد ما تكون هي آمرة بي قد يكون تصرف جندي أو ضابط أو شخص ممكن يفجر الأوضاع ويوصل إلى نتيجة لو كانت الكورونا ما موجودة ما ندري الاعتصامات هاي وين والمظاهرات وين كانت توصل لو ما أكو عقلاء يهدؤون قادة المظاهرات ما نعرف الأمور وين توصل وتدري العراق عنده تراث بعض الأمور اللي تخص القتل والسحل والحرق والكثير من الناس حتى العقلاء يعني من كتر اليأس الصار ومن كتر التلاعب السياسي اللي صار على مشاعر الناس والاحتيال على طلباتهم صارت الناس تنظر أنه يعني ما كو حل غير العنف وهذا اللي احنا ما نريده لأنه الدماء دائما يعني لا تجلب سوى الدماء نعم سيد عبد المنعم بدأ الحديث الآن والأخبار تتحدث عن بيع بطاقات انتخابية عن سرقة بطاقات انتخابية من مراكز طب هذا من الآن بدأ كيف رح تكون النتائج وصولا إلى يوم الانتخابات سؤال يجيب عن نفسه في الحقيقة يعني أنك إذا سرقت بطاقات الانتخاب والمفوضية مطعون مطعون بسلامتها وبحياديتها وبمهنيتها وقانون الانتخابات عليه اعتراضات والسلاح المنفلد في الشوارع وإرهاب المواطنين والاختطافات والاختيالات مستمرة وفوق كل هذا هناك سرقة بطاقات الانتخابية وفقدانها يعني ماذا تبقى من سمعة هذه الانتخابات حقا يعني لكل الناس المراقبين يعني هذه الدولة بكل اجهزتها ما تراقب ماذا يقال عنها في الصحف العالمية وفي التقارير العالمية وفي العالم ومحليا العالم مليء الان بالمعلومات المتداولة عن انه هذا البلد يعيش كأنه جمهورية موز كأنه بلد مستقيل من الخارطة كأنه بلد مو بلد مقترح بلد يعني من اللي يحكم كم سلطة تحكم من اللي يدير البلد شلون دايو دار هذه كلها اسئلة اسئلة متداولة في العالم اسئلة في معاهد الكبيرة في ورش التفكير في كل العالم يفكرون هذا البلد وين رايح في هال بلد هذه في الدولة في المؤسسات في السلطة ما حد يقعد يدرس يدرس ليش وصلنا إلى هاي هل يجوز سرقة البطاقات تنسرق ويروحون يزوروه ويدخلوها بالشسم بالشسم صارت يعني سابقا صارت وقالوا جيبوا الشسم هذه والبيومتري وجيبوا وغيروا وجيبوا قضات وسوها كل الإجراءات كل الإجراءات لأنه يعني لأن السيستم قائم على أساس خطأ سيستم هذا هذا مو أنت تغير يعني كأنك سيارة هي لا تمشي بكل رهاوة أنت تروح تغير تغير قطعة من الضوء من الضوء من الضوء أو تغير السايق أو تغير السايق أو تغير فالشيعي بس هو سيستم قائم سيستم الدولة أنا أريد أن أسأل بسرعة الوقت أدركنا هل تتوقع إجابة سريعة أنه تتغير لعبة الكراسي أن يكون رئيس الزراع مثلا سني رئيس البرلمان كردي رئيس الجمهورية الشيعي بس يكونوا كفؤين يعني مو بس بالتسميات بسرعة بصراحة أجاوب أني لا لا يهمني هذا لا أعوّل علىها ولا أؤسس فكرة على أساس هذه الفرضية إذا كان الشيعي أو السني أو الكردي من نفس السيستم السابق لا كفؤين إذا يجون كفؤين ويأتي من غير من غير التبعية لحزبة أو لكتلتة أو العيادة هذا صارت شيء آخر بكرا أستاذ صالح حمداني بسرعة في تغريدة إليك على وسائل التواصل الاجتماعي قلت أن الانتخابات القادمة فردية والمرشحين بالآلاف اللي يريد يصوت لازم يبحث ويتقصع عن اللي راح يمثله بمجلس النواب ولازم يكون رجل دولة مو رجل عصابات من جماعة إلك يا طويل الزراع ماذا تقصد بإلك يا طويل الزراع من طويل الزراع هذا يعني يعني مثل عراقي جنوبي يتداول بعض المناطق الجنوبي يمكن قديم شوية يقولون إلك يا طويل الزراع مثل ما يقولون المثل السوري الشهير مع الغوار الطوش مع الحارة كل من إيده إله إله يعني أريد باختصار أستاذ بغداد أم أكو مثل قريب عليه إلك يا طويل الزراع يعني الناس اللي فوق القانون منه سلاحة أكثر منه إيده أطول هو اللي يتحكم بالأمور إذا صارت الانتخابات والناس راح تنتخبط الناس اللي تؤمن دائما أنه فوق القانون فما راح نوصل إلى حل بالمقاطعة أو بدونها إذا الناس بدأت تنتخب الناس شوية اللي عدها كفاءة اللي تعرف شون الدير المنصب اللي عدها وطنية اللي ما تعب علي أجندات دولة خارجية أو ممكن أنه نوصل بهدوء شوية شوية إلى تغيير بطيء قد يوصلنا إلى نتائج أفضل وقد يطلع برلمان شوية أفضل بسرعة ماذا تتوقع أنا أتوقع أنه هذا النظام السياسي أنا أتوقع أنه الانتخابات راح تجيب نفس الناس بس نفس الأحزاب بس الوجوه ما لأعضاء البرلمان ممكن يتغيرون وأتوقع أنه العراق مقبل على تغيير بالدستور وتغيير بالعملية السياسية بالكامل بإرادة القوى السياسية أو غصفا عليها لأنه هذا النظام ما ممكن أنه يستمر مصالح الدول العظمى ومصالح الدول المنطقة مهمة جدا ولن تترك هذا الأمور بيد جماعة لك يا طويل الذراع لأنه مصالح الدول مرتبطة فيما بيناتها والفشل الذي حصل في العراق إذا كان سيغرق السفينة ما للطبق السياسية فقط إذا ترك سيغرق المنطقة أيضا في مشاكل لا لها أول ولا لها تالي قد ندخل في طور صومال جديدة أو أفغانستان جديدة والمنطقة حبلة بالمشاكل على مدى الأربعين خمسين سنة الأخيرة أعتقد أنه تغيير كبير قادم بالعراق بإرادة العراقيين والقادة السياسيين أو بدون إرادة شكرا أستاذ عبد المنعم بالكلمة واحدة هل أنت متفائل؟ لا لا متفائل ولا أحرض نفسي على التفاول شكرا جزيلا أزائي المشاهدين في ختم برنامجنا نشكر متابعتكم كما نشكر مشاركة كل من الأستاذ عبد المنعم الأعسن والأستاذ صالح الحمداني إلى اللقاءات قادمة سلام اشتركوا في القناة